كل صيحة للشعب يحسبها الحوثيون عليهم فهم أكثر الناس إدراكا بأنه لا حضنة لهم سوى سلاحهم وأن أغلبية المواطنين لا ينقصهم سوى من يرفع الراية ويوحد الجهود ليقتلعوا الشجرة الإجران ويصنعوا السلام ولأن ميليشيا الإرهاب الإيراني تدرك مثل هكذا حقيقة تتعاطى مع الشعب بسياسة الحديد والنار وتعمل على قمع كل بوادر انتفاضة وفق المنهجية القمعية لملال إيران يستوي في ذلك قمعها لأي انتفاضة شبابية أو انتفاضة قبلية أو حتى مواجهة الحملات الألكترونية وتلك سياسة قمعية تدل على مستوى الخوف والضعف ولا دلالة فيها على القوة فضلا عن كونها سببا آخر من أسباب وجوب الإسراع باقتلاء زقوم الشيطان وقطع ذراء إيران أحدث الدلالات على ضعف الميليشيا الذي يدفعها لاستعراض القوة تمثل في استهداف الميليشيا الحوثية لقبائل آل غانم في مديرية العبدية عبر حملات عسكرية استخدمت فيها الميليشيا كل أنواع الأسلحة لتكون ضمن النتائج الأولية للاستعراض الحوثي مصرع قائد الحملة الحوثية فيما يحذر عسكريون أن الهدف يتجاوز آل غانم إلى تنفيذ مخطط الحوثي محدد المعالم والمغانم وهو ما يجب الرد على الاستعراض الحوثي بقوة وفضح التناقض الفاضح بين مشهد مزعوم المفاوضات في مصرق ومشهد التصعيد في تأز ومأرب غيرهما والعمل على تكامل الجهود المجتمعية الرافضة للميليشيا الإرهابية حيث فوهة سلاح الجيش مسنود بسلاح القبيلة وحملات الناشطين معززة بإحصاءات الحقوقيين والتكامل بين كافة أشكال الرفض المجتمعي ضمن مشروع واضح المعالم يتم العمل في إطاره بشكل رسمي وتلك وصفة عملية كفيلة باستئصال ورم الميليشيا الحوثية